شوفوا السجال بين وزير البلدية الاستاذ عيسى الكندري والنايب يوسف الزلزل على صفقة الطائرات الكويتية ما صارت صفقة الطائرات الكويتية حشة شل هو ش اللي عليها مره نخصصها و مره نبيحها مره ناخذها فلان و مره قوة استثمارية يبا اش حكم التوشير سووا كويتية ثانية بارتو و شروا لهم طيارات و خلي المعازي بيوزعون شركات الطيران انت يا فلان تبي الكويتية اخذ حصة انت تبي اخذ الشركة سووا لنا ثاثة اربع شركات طيران حكومية برأس مالك حكومي و الحكومة تشتري الطيارات و المعازي بيديرونها خلاص مش حقهم والله حالها بسيط ليش بمتعبين نفسكم متوشين عليها يلا الحكومة مدام انتين ما تبت وزعين ثروات على الشأن اشتري حق المعازي بطيائير و اللي يبي مترو ام فاقس شركتين مترو ام فاق ثلاث اربع اللي يبي سكة حديد نعمل له شركتين ثلاث سكة حديد اللي يبي مدن نعطي مدن وزعوا وعطوهم حتى الفوائض اللي على العشس نعطوهم اياه يمكن يشبعون يا نبطونهم ان شاء الله واحد بحسابه مليار مليارين وهم يعان زي يا بابا بحسابك مليارين ثلاثة هل من مزيد؟ والله هل من مزيد؟ حبيبي بحسابك مليارين ثلاثة مش دينارين ثلاثة مثل الفقارة ينطر المعاش يقول يمكن المعاش ديش يروح البينك يحط الكرت يا رب يا رب ديش المعاش رايح الساعة 11 وقل يا رب ديش المعاش إذا المعاش يزل الساعة ثلاثة البنوك بعد الله يهديم ياخرون يحط كرتين تك 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 والله بتلشو مكاين البنوك تك تك رصيدة حسابك هو دينارين وسبعمائة وخمسين فلسن يعني تعب البينك ورايح لو غير لحظوا انت التلفونات ووقت المعاشات دينارين سبعمائة وخمسين فلسن بتلشو بتلشو البنك فهدول الأعمام أعطوهم المكسو خلهم يستنسوا أعطونا السجال الخطوط الجوية الكويتية فيما يتعلق بصفقة الطائرات أنا ما يعنيني الطائرات وشرائها يا دكتور يوسف لقد بادرت مبتلين مع حكومة غير قادرة الأخ الرئيس أنا من بادر ووجهت خطاب إلى السيد رئيس ديوان المحاسبة ما تقدر تشتغل هذا القصد أخترته برغبة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بتحديث أسطولها التجاري أنا ما يعنيني الحين الطائرات شروها شلو ونحطوا منه وبلغت بأني باركت هذا التحديث وفقا للقانون القصد لما ننطلق قانون نريد تنفيذه خلال مدة معينة وتعجز الحكومة عن التنفيذ يعني هذه الحكومة غير قادرة ودعوتهم إلى اتخاذ الإجراءات القانونية أنا أتكلم عن كيان المؤسسة أنا بادرت ودعوت ديوان المحاسبة لما انطلع هذا القانون أن تحول إلى شركة فحبيت أني أوضح لك يا دكتور يوسف ما قمت به من أعمال مرت كل هذه الفترة وليه الحين كيان المؤسسة ممعروف عقد التأسيس تم اعتماده من وزارة التجارة هذه المؤسسة شنو كيانها وحاليا بالفتوى التشريع لمراجعته هل هي شركة تجارية وباللغط من الفتوى التشريع قبل يومين بأنهم انتهوا من التعديلات ولا لا زالت شركة حكومية نبنعرف وسوف نصادق عليه في وزارة العدل إحنا مبتلين في حكومة لما ننقدم له التشريع من أروع ما يمكن أتينا متأخرة في تنفيذ اللوائح التنفيذية وفي تنفيذ القانون والأمور إن شاء الله خالصة سيد أطنا وقت الوزير سيد شكدرت بالفترة أنا راضي بالموعد اللي انت تبيه قل لنا شكدر يبيلك بعد اسبوعين شهر شهرين حتى بالفعل الناس تعرف شامي يوم تبيه تبيه شهر أنا وعدك أقل من شهر وزير واثق من نفسه رد عليك سيد زلزلة قال لك شهر مثل ما تحدنا ياسر أبل عزمنا عد على عشاء شيء لأنه خلاص طبعا مش هتوزع أربعة تلاف وخمس تلاف وثمان تلاف وتسعة تلاف في شهر مثلا يعني والله مسكن الشحب قاعد 25 سنة ينطر بيت ويقولوا لأبا حنوزع وزعوا عليكم بالعافية شهر ساذ عيسي إن شاء الله نجازنا حد الحين طيارة مأجرة لحد الحين لو فيها مشاكل واحد يقول لي هوز مقطوع واحد يقول لي ما فيها ثلاجة هذا حد شي يقول نزل حجز الطيارات يدد يعني سوى بعد حجز أنا ما عارب شل المشكلة يعني هتو حجزتوا كم طيارة إلى 2019 خلوها إلى 2025 نأجل لنا بعد 20-30 طيارة ثانية شمالنا خلونا أجل يلا إحنا قاعدين ننطر 2019 و2021 وش حقه حن مؤخذين بوينغ الحين سناليايا نأخذ الإيرباس 2023 و2024 خلي فيه خطة ولا الخطة مو موجودة نكتفه بالطيارات و2031 الله أعلم 2031 عايشين ولا ماكو الله عين البشر عموما بنطلع فاصل خلصنا أخبارنا المحلية ترجمة نانسي قنقر